أولي من الصدمة لم تجوزتها يعني أكيد لما شفتها هيك أنا صدمتي لم تجوزتها أولا إليه ياسين قبل قديم من زواجك تم التعارف بينك وبين زوجتك ما كان فيه تعارف بيني بيني أبنين ما تعرفت إليه؟ لا لا كيف ما تعرفت إليه؟ لأن كانت العداد التقاليد الأهل يخطبوا للإبن عطريتهم هني والعاداد كانت ممنوع تشوف العروس لليت الدخلي أو لليت العرس ومين نقلك العروس؟ الوالدي طبعا أمك نقتلك العروس وأنت ما شفت للعروس؟ لليت العرس لليلت العرس صح كيف نقتلك يا أمك؟ على أي أساس تقتلك يا أمك؟ على الأساس أن أمي بتعرف مصلحة يكيد والعاداد أني ممنوع حالي يشوف العروس غير الأم أني بروح بشوفوها بطبع وكذا وبيقرروا الموضوع الأم العريس وإم العروس وشو أكتر صفة خبرتك يا أمك؟ أنا أعطيك أنه هذه العروس المستقبلية أني أصغل مني وبتربيها على إيدك وبتتفهم أنت إياها مع الأيام حلو، حلوين هاي دول العاداد؟ تربيها على إيدك وبتخذها بطيرك تفهم أنت إياها مش هتكون عن إيدك ما بتتجوزها بلا ما تشوفها حلوين؟ طبعا ضم هذه المشكلة وكيف تم الكتب الكتاب؟ أنت منك محدة؟ كتب الكتاب بيصير ليلة زليم يوم الزواج شفتها بالكتب الكتاب أو ما شفتها؟ لا طبعا على وصف أمك توقعت أنه بدي تكون؟ حلوة مثل؟ مثل ناسي عجرام هيك الوالدي وصفت لك إياها؟ شبهت لي أنا على حكياتها قلت و تمام هي نبدي إياها وبتشبه؟ ناسي عجرام وأنت ببتعرفها؟ أكيد أمتى شفتها أول مرة؟ ليلة الزفاة بالغرفة جوبة، بالغرفة النوم أول مرة أنت وإياها؟ نعم قلت النوم؟ هذا أول لقاء بينك وبين زوجتك مين كان خايفين أكتر؟ هي اللي عم بتشوف رجال؟ هي أكتر أنت ما كنت خايفين؟ أنا باكس كنت متمنع كنت على أني حشوف الشريط حياتي بس الصدمة لما شفتها طبعا كانت حيطة المكياج وهيك ما يعني لما راح المكياجة عنا وشفتها بضوط كانت الصدمة لوي بس جمال نسبي، فيك أنت تشوف شخص حلو؟ أنا أشوفه ما حلو أو أنت تشوف شخص ما حلو، أنا أشوفه حلو يعني بسببها للجمال كانت مواصفت لك إياها، كانت بشعة بشعة بشكل يعني أول يوم الصدمة ما جوزتها يعني أكيد لما شفتها هيك، صدمتي ما جوزتها أول ليلي نطار ثلاثاني يوم رحت عند الوالدي قلت له خلينا نخلص الشغلي أب مسير زواج يعني وحرام، مش هكمل معه على كلام الوالدي أني لا بنت درويشي وبنيحة والجمال مشكل شي المهم أني البنت ناس وأدمية وجماعة وواديم وبعد يما عليهم تتفاهم ومشكل شي بالجمال قلت ما حكيت ماما معي طريت أتجوزها ثاني يوم لا، بس ما كفيت مع الجمعة وتركت شو الله جاب لك؟ يعني أنت ضحية بتعملها ضحية ضحية العادة والتقاليد أي عادة وتقاليد؟ أني كانت الآن بدك تنقل العروس بس أنت برأيك أنت ضحية عادات وتقاليد عم تعمل من إمرأة بريئة مخصة بشي عم تعملها ضحية عادات وتقاليد يعني إذا أنت كنت أول شيء ما بدك كان مبدي بس ما فيني طلق إلى حالي كان في موفاة أهل يعني كان في القرار كمان بيساعدك الأهل بكل شيء لما الأهل وقفوا صارق نعوني فيها جو وسطا